في الجزء الأخير من درس هذا الأسبوع سنتحدث عن مدخل إلى النقد في الكتابة الأكاديمية وبالتحديد سنتطرق إلى ثلاثة مواضيع رئيسية وهي عوامل تساعد على الكتابة بأسلوب ناقد وخصائص النص المكتوب بأسلوب ناقد وأخيرا الفرق بين النص السردي والتحليلي أو النص الوصفي والنص المكتوب بأسلوب ناقد بشكل عام هناك أربع عوامل رئيسية تساعد على الكتابة بأسلوب ناقد أولا اختيار نوع المصادر أو نوع المصادر المختارة وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل في الجزء السابق عندما تحدثنا عن النقد في القراءة الأكاديمية فكما ذكرنا اختيار مراجع لأسماء ذات صيط عالي في مجال التخصص ومقالات علمية تناقش الموضوع بعمق وحداثة المصادر وقوة المجلات العلمية ودور النشر الناشرة لتلك المصادر كل هذه الأمور عوامل ترفع من قيمة النص المكتوب وتدل على الدقة في الاختيار وعمق فهم الموضوع لأن نوع المصادر كما ذكرنا في الجزء السابق التي نعتمد عليها ينعكس بكل تأكيد على جودة النص الذي سنكتبه العامل الثاني هو التفكير في المتلقي أو القارئ وذكرنا ذلك بإيجاز في الجزء السابق فلابد من أخذ المتلقي في عين الاعتبار ففي المجال الأكاديمي غالبا ما يكون المتلقي الذي سيقرأ النص أو الذي سيقرأ البحث الذي سنكتبه هو إنسان متخصص في المجال أي أن المعلومات السطحية عن الموضوع لن تفيده ولن تجذب انتباهه لأنه متخصص هذه الأمور تعتبر من الأولويات أو من المعلومات بالضرورة لديه بل يتوقع منك العمق في معالجة الموضوع والمنطقية في تقديم الأدلة ليقتنع بما تطرحه من أفكار العامل الثالث هو المقاربة والمقارنة بين المصادر وأيضا ذكرنا هذه النقطة في الحديث عن المدونة القرائية فملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بينما ورد في المصادر التي رجعنا إليها والأهم من ذلك إظهار تلك العلاقات في النص الذي سنكتبه أي عملية التحليل وإعادة التركيب هذه من العوامل التي تساعد على الكتابة بأسلوب ناقل ومن الأمور التي تسهل هذه العملية هي المدونة القرائية وعلى وجه الخصوص تدوين ملاحظاتنا وتعليقاتنا الشخصية وأساليب الربط بين المصادر التي قمنا بقراءتها كما أشرت إلى ذلك في الحديث عن المدونة القرائية أخيرا العامل الأخير هو التطور المنطقي للنص فطريقة وأسلوب ترتيب الأفكار العناوين الرئيسية والفرعية في النص وترتيبها كل ذلك يدل أو من عوامل الكتابة بأسلوب ناقل وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في درس لاحق بإذن الله وبناء على تلك العوامل الأربعة يتبين للقارئ مدى منطقيتك في التفكير والأهم من ذلك تدل على مدى عمق أو سطحية فهمك للموضوع المطروح للنقاش وهذا هو الدليل على قدرتك في تفعيل أو في تفعيل مهارة التفكير الناقد ككاتب بناء على تلك العوامل الأربعة يمكننا أن نستنتج بأن للنص المكتوب لأسلوب ناقد أربعة خصائص أولا وضوح صوت الأنا وهو كما ذكرنا سابقا القدرة على التحليل والتقييم الشخصي للأدلة والشواهد للوصول إلى خاتمة منطقية ومقنعة ومتوازنة أو ما يطلق عليه العمق في طرح وتناول الفكرة ثانيا القدرة على إقناع المتلقي بالخلاصة التي توصلنا إليها من خلال استخدام الأدلة والشواهد والتعليلات المنطقية ثالثا تقديم تعليلات واضحة مبنية على شواهد وأدلة مقنعة للفكرة التي يتم طرحها حتى تظهر مدى منطقية الخلاصة التي توصلنا إليها أخيرا الجرأة على تقييم وتحليل الاستنتاجات التي توصل إليها الآخرين أي القدرة على إصدار أحكام ومحاكمة النصوص التي رجعنا إليها وأيضا ناقشنا في الجزء السابق طريقة لتقييم النصوص التي نقرأها يمكن الاستعانة بها لتسهيل هذه العملية أما بالنسبة للنص السردي فيمكن أن يختص أو يمكن تمييزه عن النص المكتوب بأسلوب ناقد بخاصيتين اثنين أولا اعتماده على السرد والوصف أي أنه يقوم أو تكون أي يكون النص عبارة عن سرد ووصف ما تم كتابته والتوصل إليه عن الموضوع مع غياب كامل لصوت الأنا ورأي الكاتب السخصي في الموضوع وثانيا اعتماده على إعادة التجميع عوضا عن إعادة تركيب المعلومات التي تم جمعها من المصادر المختلفة وهناك بكل تأكيد فرق بين الاثنين ولكن يجدر بنا الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن الكتابة بهذا الأسلوب أي بالأسلوب الوصفي أو السردي ليست سيئة بحد ذاتها وإنما لها مواضعها التي لا يمكن الاستغناء عنها فيها مثلا في كتابة استعراض تاريخ لموضوع ما أو وصف المخطط الزمني للبحث أو في تلخيص النصوص الأدبية أو في كتابة تمهيد البحث أو استعراض سيرة ذاتية لشخصية معينة كل هذه الأنواع من النصوص تعتمد على السرد والوصف ولا يتوقع من الكاتب أن يدخل فيها رأيه الشخصي أو صوت الأنا فيها لأنها مجرد إعادة تجميع وسرد لمعلومات موجودة سابقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر